هيروشيما مصغرة أو مشهد لتجسيد الجحيم في هوليود هكذا أمست بيروت دافعة ثمن واقع سياسي وأمني يبشر بالأسوأ أنباء متضاربة عن ما هي الانفجار وأسبابه ودوافعه لتسود المشهد بعده مأساة تحتاج تحقيقا أعمق من رواية المفرقعات التي أثارت السخرية والاستهجان المحلي والدولي أكثر من مئة قتيل بحسب المعلن وألاف الجرحة ومئات الأمتار المربعة تحولت إلى رماد في مرفأ بيروت ما الذي حصل؟ هذا متروك للأيام الكاشفة أما من المسؤول فهو المسيطر على الميناء العارف بمحتوياته وما تكدس فيه فبينما يشير الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أن انفجار بيروت قد يكون بسبب هجوم مروع تبقى دائرة الشك تحوم حول وجود مواد شديدة الانفجار وبكميات كبيرة مكدسة بطريقة غير مسؤولة في مرفأ بيروت ميليشيا حزب الله المسيطرة على الميناء أعلموا بهذه المواد ومصدرها وطريقة تكديسها رأي آخر لمراقبين للمشهد لا يستبعد أن يكون السبب هو انفجار مصنع للصواريخ الإيرانية أو المواد الأولية لتصنيعها ويعتمد هذا الرأي على مقاربات وقراء حيث أن إيران بعد العقوبات الأمريكية بدأت توزع مراكز صواريخها في الدول المجاورة كالعراق وسوريا عبر وكلائها كما أنها اتجهت في السنوات الأخيرة إلى التهرب من المراقبة الدولية لترسانتها الصاروخية عن طريق إخفائها في المناطق التي لا تثير الشكوك في الدول التي تسيطر عليها الميليشيات التابعة لها تخزين المواد المتفجرة في مناطق حيوية وسكنية طريقة اتبعتها ولا تزال ميليشيات الحشد في العراق وصور انفجارات كتس عتاد الميليشيات في المحافظات العراقية ليست بعيدة عما حصل في بيروت ولهذه المقاربة يكون في محله تشبيه فؤاد السنيورا وقبله وليد جنبلاط الحالة اللبنانية بالحالة العراقية انفجار بيروت مهما كانت أسبابه يكشف للبنانيين حجم الفاتورة التي سيدفعونها طالما أن هناك ميليشيات تتحكم بمصيرهم وتستهتر بأرواحهم ومستعدة لإفناء البلاد في سبيل تحقيق مشروع ولي أمرها الإيراني ترجمة نانسي قنقر